هذا الوسطي اللي كنت فيه يعني كان في منافسة يعني أو غيري فنية يعني أم كلثوم على نجات على سعاد محمد أسمهان فايزة أحمد وسط يعني نحن بنسمع عنه حكايات وروايات بس كان في منافسة مثل اليوم مثل الفنانات اليوم مثل النجمات اليوم هلأ كان فيه طبعا غيري طبعا غاروا من بعض طبعا بس الغيرة كانت تنقلب إلى أعمال بعكس هلأ اليوم شو عمت نقلب؟ هلأ الغيرة تنروح لالسوشيال ميديا وبيحكوا على بعضه وردحوا لبعضه لأ بوقتها كانت مثلا النجاة تعمل أغنية فايزة تشتهي تعمل أغنية أجمل وردة تعمل أغنية عبدوها بيعمل لأغنية أحسن يعني كان المباراة نظيفة ومباراة غيرة فن فكان منافسة شريفة فحق معه وتقالوا ذاك الزمن الجميل لأنه طبعا ما تخلط من بعض الخربشات الصغيرة بس بشكل عام كان القمد مين كان تخربش شوي هلأ فايزة كانت ملعونة ومشرانية وتم زفير يعني كانت كانت الإزاعة هم الإزاعة هاي هاي عنها المحل مقاعدين نحن بتاعت للموسيقى بقى هي ما هي جميلة كانت مدل شو عم يحكوا عليها بهدلتهم الموسيقين قالت لأنا ما عليها جميلة تعووا شوفوا جسمي من أحدها شوفوني أنا ما أظرفني بعدين صوتي أنا بيخفرني كل شي بالفعل بيخفر لك مين كانت الأولى بهذاك الفترة يعني فترة تطغى فايزة على فترة أسمهان لا بالخمسينات كانت سعاد سعاتي الأولى كانت الأولى سعاد سعاد على مستوى ملاهي وحفلات وليس على مستوى إزاعة وتلفزيون بالسبعينات بلشوا يتنافسوا يتنافسوا إزاعة وتلفزيون صلوا الأغاني حظ فايزة طريقة أحسن وأغدت من محمد الموجي أغاني نجحت فيها كتير سعاد محمد ما أغدت غير أغنية امتين ثلاثة يقول هلأ هلأ عم يتغنون ساعتهم من الوسط الفني بس يعني أخ كله أخذ حقه كله أخذ حقه بهذيك الأيام ما فيه الفنان فنان والفنان بيعمل بصمة بدون الغصم نعنبك تسمعه والإزاعة غصم نعنبك تحط الأغاني بعدين نحنا ما بقدر ما أحكي دائما بكل لقاءاتي أنه هي الإزاعة السورية من فضلي على كل الناس يعني فهيزي أحمد أول ما غنيت غنيت بالإزاعة السورية سعاد محمد أول ما غنيت غنيت بالإزاعة السورية فيروز أول ما غنيت غنيت بالإزاعة السورية بسلع موسيقى تحك وديع الصافي أول ما غنى غنى بالإزاعة السورية وديع عبد الحليم أول ما شهر شهر من سوريا قبل القاهرة فهذا حكي كله يعني يعني معاصفين ونحلة فمشان ليه بيقولوا الفضل للإهتاعة السورية والله مع الأسف ما بيقولوا الوحيد اللي قال ملحي ببركات أنصف سوريا الله يرحمه الوحيد اللي أنصف سوريا وديع قال كمان وسميرة توفيق قالي بس البقايا المصريين لا يعني أنا مثلا هذي كل يوم عز علي بستة تشرين عم أخربش بالحكي عز علي كتير أن النصر كان مش لمصر لا لسوريا كان لمصر لسوريا كل الأخبار اللي عم أشوفها في مصر كنت عم تابعوا التليفزيون ما جابوا سيد سوريا ما قالوا دون شركائنا انتصرنا مع الشركاء دولي اللي قاتلوا مثلنا وقاتلوا أحسن مننا وفعلا كان جيشنا وطا عامل عمائي يعني أنا هذا الأشياء فيه أشياء صغيرة بتقلمني أحيانا كل أحوال تحية للشعب المصري ولا كل حدا يعني عم يسمعنا هاخد فاصل ريحه شوي وراجعين حوار VIP أرجعنا ماكن مستمعي سوريا أفأي موظيفي الفي آي بي الأستاذ المايستروب أمين الخياط أستاذ أمين بال57 هيك عم نتدرج بالذكريات عرض عليك أو عرض عليك مدير إذاعة حلب العمل معه بالإذاعة هنيك تعرفت على أستاذ كبار متل شاكر بري خان الله يرحمه إيه هلأ كنا كنا فيه جروب الشام كنا أنا وعادل خياطة رغم أننا كنت أصغرهم يعني وعب فتاح سكر وشاب الله يرحمه كعازف كما جاء اسمه إيميل سروي كنا نسهر تقريبا يوميا طلع قرار تعيينه لعادل قال لي ما بدي روح راشد روح سايبي حلب هو كان عادل الأهم مزيع بالإذاعة في التلفزيون السوري مزيع مرعب كان كان هو يقول البلاغات الغماع يداي بدهم فقال لي أمين بتروح بحلب بدنا نعازف قالوا بتروح سايبي حلب أنا حل عني يا عيد بيت أبي هو ملك قال لي عبد فتاح روح أنا صلي سنتين بحلب ولا صلي شهرين جاي واستفت من حلب كثير استفدت فنيا كثير فأنا نصيحتي إليك روح لحلب طلع لي قرار تعيينه وطلعنا لحلب سوا اشتغلنا بحلب فتح الإزاعات كان إذا عجلي كان في عازف قانون قاموا وحطوني أنا محلو إيه ما حلوة يعني أنا رايح على بلد تاني بأخذ رزق واحد تاني قلت له شو في عادل أنا ما بزبط معي هذا نزلم ايه إذا بده يتسرح أو ما يشتغل ما بقدر ما بفيك تاخد شغله أو أعمال إيه يعني ما بيجود تاخد شغله قال له بتعزف قاني داني أنا بأزف الشيلو أمعينه إذا عازف الشيلو وتم عازف الشيلو معنا بالفرقة وأنا عازف قانون أول لحن عملته مع شاكر بريخان كان لحن لمحاورة غنائية أو ديو كان لسه بتسمى إيه كل ما تخطر على بالي كل ما تخطر على بالي يخطر الماضي البعيد سمير حلمي ومهل جابري أول ما فتحوا تموم بالغناء سمير حلمي العملاق بالغناء ومهل جابري الصوت الشجي أول ما غنوا غنوا هذه المحاورة كانت ويه من الحالي وعملت أنا بمزاج الشخصي بس باعت جيبها منزاجة حلم وحطها بمكتبتك لازم لازم بالأرشيف شو شعورك شو أنتو عم تسمع أول لحن ناضج وبصوت فنانين أنا طهر عالي أنا لحن اللحنة كانوا كنا بيديك الأياب بتعمل لحن رغم أنك مسجله ومكلف عليه إذاعة كان يفوت على لجنة اللجنة كانت أنتو أنظى بيطة عزيز غنام نديم الدرويش أسازي مرعبين وأسازي كبار هدول إذا قالوا لا يعني خلص كبيت الغنية أنت طلعت من عند اللجنة من يوم ما طلعت من عند اللجنة وأعطيوني فيها استحسان وأنا أعطيك العافية وأنت ملحن وهم وخلص إذا ما دناك ملحن من يوم ما طارع يمكن بالليل ما نبت لحنت أيضا للأطفال يمكن هو أصعب أنواع التلحين قدمت لتلفزيون سكيتشات للأطفال هذا واتفتح التلفزيون جيت بدي يخش بقى أنا يعني بدي يشتغل عام 1960 بلشوا إيه بلشوا أنا كنت بحلب يعني بحلب النجم بجيت على الشام كله جديد يعني يروا أني أنا حتى يفتكروني حلبية الناس الله يطور بعمره هيام طبع كانت عندها برنامج للأطفال صحيح فاخترحت عليها أنه شو رأيك نعمل سكيتشات كان عمر حلبي الله يرحمه كمان يعملنا العنزات الثلاثة كل الأصص الأقديمية هاي يعملها بأربع صفحات لحنا أنا وكان نعزفها أحمد أصيل على البيانو وننفذها ونعمل ونحفظها للأطفال ويغنوها ونحضر الموجودين بأرشي في التلفزيون قمت بإنشاء فرقة موسيقية خاصة الأوتار الذهبية قبل الفجر بحلب نعم وأنا بحلب يعني شو يبدو أنا كان هوسي أنه أعمل فرقة وقاتت بحلب عملت فرقة وكمان بعتز فيها لأنه كان فيها زملائي كانوا إبراهيم جوداد سمير حلمي إبراهيم جوداد كان عازف عود سمير حلمي عازف تشيلو عدنان أبو الشامات عازف كونتورباس يعني عدنان خريج معهد إبراهيم خريج معهد سمير حلمي أستاذ العازف يعني وبقيت العازفين اللي كانوا بحلب استمرت إني كعملنا فيها كم حفلة بحلب ما مشي حال الفرقة أنا ما كان فيه شغل ما طولت ما كان فيه شغل بعدين عبود عبد العالب بلبنان عمل فرقة ما سمها الأوتار الزهبية أخذ الأسر وشهر آه شهر بسرعة كانوا طلبوكم للتلفزيون بسهراته تذكرت أول سهرة عملتوها بالتلفزيون السوري عام 1960 آه عملناها بالجبل خيمة حماد مع الأستاذ دوريد لحام آه كان فيه الأستاذ دوريد كان لكان كان فيه الأستاذ دوريد وكنت أنا مجرد عازف ما كنت رئيس ولا أولا كان عندي فرقة كنت عازف بفرقة الإزاعة فرقة تلفزيون السوري وطلعنا عملنا كذا حفلة بالجبل القاسيون ما كان فيه سيديوهاته مين كان فيه فنانين كمان مين غنى ما بتذكر ما بتذكر لا شو بك عم تحكي دي حكي ستين سنة صلى ستين سنة ماشاء الله ستين سنة عينت بعضي دي الفترة مدير بمديرية المسارح والموسيقى تابعة لوزارة الثقافي كعازف على قلة القانون تم اختيارك مع عدنان المنيني وصلح الوادي لتأسيس المعهد فعلا فعلا انا رغم اني كنت موظف كان بي بقتها معاشي مغري الله يرحم النجاة الصابح حسن كان مدير المسارح والموسيقى اقال لي بنت مجنون يا ابلي قلت له ليش قال لي انت معاشك ثلاثمين ستين بتاخد لحنين من الازعب ميتين ليرا كان ثلاثمين ستين ليرا ايه ممتازة كان الموظفين الكبار معاشهم ميتين ميتين وخمسين وابتاع من لحنين من ميتين ليرا صار خمسمية يعني انت غني قلت له والله يا استاذ انا بدي يروح شوف الحياة يشوف الدنيا كان عرض مغري والله ما كتير مغري بس انه بدي اشتغل بأوروبا وانا كان لي هدف اني ادرس عند حدا بس ما قدرت ادرس بمعهدك النظامي لانه كنت كل شهر بلد كل شكذا حط اسازة وادفع مصاري كنت اشتغل في بلاي حطه بنار الاسازة وتعلم تعلم الهيرموني طبعا والعزف والاشياء اللي اخذها بسوريا سافرت بين المانيا وفرنسا واسبانيا البرتغال البرتغال اتنا تركيا بتركيا كنت اعزف وتعزف انا كان ديجو كل العازف فيه قانون يتفرجوا عليه لان اسلوب العازف طبعا السوري يختلف يختلف عن اسلوب العازف في التركي فكانوا جو يتفرجوا عليه الاتراك وعدين استقررت اخر شي باسبانيا استقررت انتين رصد اقليلا انتهلت يعني بعض الثقافة الموسيقية ان كان اسبانيا او غيرها تأثرت تأثرت فيها واستفدت كتير ويعني باللا شعور صار عندي مغزون كتير مهم لكن في المشكلة الوحيدة اللي خلتني ارجع وعمل فرقة انا هناك حسيت حالي نكرة كنت فرحان بالاول بحياتي انه عم بوربا يوم بالمانيا يوم بفرنسا ويوم ويوم يوم وصلت لمرحلة حسيت ان مين انا لا شيء يعني انا اليوم اشتغل مثلا باسبانيا بمدرين تعرفت على جروب سهرنا سوا تعرفنا على بعضنا صلنا اصدقاء انتقلت لمدينة تانية تعرفت على غيرهم انتقلت ايه ما لي حدا يعني ما لك صديق ما لك وفي ما لك حدا يعني حسيت انا لا شيء فكرت بالرجعة قلت يا ولد حاشتك سنتين ونص بقيت سنتين ونص وشوي كمان حملت حالي ورجعت اللطيف كان رجعت بالباخرة طبعا لبيروت نزلنا من بيروت انا بداية نجلي تاني يوم دي بديش بنفس اليوم على الشام يعني وانتفاجأت قريت اعلانات عن المطرب الكبير فاد بلان وبعدين في المطرب وديع صافي حاطين اعلانات لو فاد بلان اهم من وديع انا يعني كفنان يعني استغربت فاد كان صاحبنا حي قد كانهم بالإزاعة كان موظف الإزاعة وكان صديقنا قلت والله ما حنزل عشان تم يوم تاني تميت يوم رحت محل معمد وحفلي رحت حفلي كانت لو وديع صافي ولا لا فهد لا فهد بلان عرفت وي من ريش انا زلت بقيت رحت فيه عم فتاح صديقي يعني في عمر مضي عم فتاح سكر ايه اهلين امين الحمد لله على السلام من ريش صرنا للصبح سوا واخدني فاد لبيته وشفت بيته وشفت عنده مال وديش عنده يعني كان مرتاح اعطي يوم يومين ورجعت عشان يوم تغنى هو وديع الصافي لا 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 هو هو حفلي إله وحفلي تاني لو وديع الصافي با حد آخر نعم بس الاسم الكبير صار لي فاد وانا وانا احترامي لفاد فاد كان لسه بداياته بس يعني نط نط تفضيعة نط نط تفضيعة اتعاونت معه من بعد هذا اللقاء اه بعد ما عملت فرئة الفجر كان في برنامج هون يعني يعملوا زافر الصابوني الله يرحمه ضد مصر كان يعمل نعمل فيه شعر ضد وقت مصر كنا لحنه انا وعب فتاح مقاطعي غنية بوقتها بس تاته وسبعين عملت له هذا الحكي قبل تلاتة وسبعين هذا قبل ايه تلاتة وسبعين عملت له تعيش يا بلدي اذا سامعها تبع فاد بلا تعيش يا بلدي تعيش يا بلدي لما صر عملتها لا ألم لسوريا لسوريا بل بأثناء الحرب عملناها ونجحة النجاح وقتنا نزعب النار ممكن لسي خمسين مرة ولا حدا لا يزعوها بالتلفزيون وعنده بالإزاع كمان تعونت معه بأغاني عاطفية مع لحنت له لا ما لحنت له غير هدول وهي بس كان نشغل حفلاته بسوريا معي طبعا اشتركوا في القناة